اشتركوا في القناة ومن اهمها تطبيق الواتساب وغيره من التطبيقات والطريقة كالتالي مثلا تدخل على تطبيق الواتساب او المسنجر او اي تطبيق ما في مشكلة هكذا مثلا رح ندخل الى تطبيق الواتساب والان نضغط على ايقونة كتابة الرسالة هكذا ستظهر لنا لوحة المفاتيح ولكتابة اي شيء عن طريق الصوت تضغط على هذه الايقونة ايقونة المايكروفون هكذا والان تقول الجملة يلي حابب انك تكتبها وبعد ما تحكي الجملة مباشرة سيتم كتابة الجملة من صوتك على لوحة المفاتيح يعني سيتم تحويل الصوت الى نص تمام وبعد كتابة الجملة تقوم بارسالها هكذا طبعا هذا الشيء يختلف عن الرسالة الصوتية فهذه الطريقة هي رسالة نصية ولكن عن طريق تحويل الصوت الى نص او تحويل الكلام الى نص واذا كنت حابب تتحكم في اعدادات اللغة والصوت اضغط على ايقونة الاعدادات هذه الايقونة حيث يمكنك التحكم في اللغة وايضا يمكنك التحكم في التعرف على الكلام بدون اتصال بالانترنت وايضا يمكنك اخفاء تلقاء للكلمات المسيئة من هذه الايقونة فسيتم وضع النجمة بدلا عن هذه الكلمات طبعا هذا شرح دون استخدام أي تطبيقات خارجية وهيك بنكون انتهينا من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته